كابوتينو مرحبا من جديد نهاركم زين نهاركم فل سباح النور محمد بوغلب صباح الخير خوية اعتك صح على الفطاير اه جوش تقولوا انه قولوا الفطاير يا حراير والله العظيم شي دالي ذي شاو تسي دالي موسيق قلو تعرف قطيش قيمت الراجل ما خلي ولي خلي هالي وشي كيك تتعدى كعبة اللازم قيمش يذلو على الفطايرة بدينار هي لمحالة كنتم تفهموا فيها لما قيمت ومن الراب عبدالع سباح الراجل مش على الفطاير لو مش بعيد اما مشيت قبل لا يبدأ يختم اذا في المناء رعا في المناء ايه اني بونتيت له هو مازال مانا ايه هو وك البرد معناه الواعد يتجروح لستة واربع وخيك واقف وسيزيت حاضر وقال لي راني منش مش نبدا خطر صاحبي مازال مجيش ما هو يعمل حط الفطايرة العجين العجين هو ويلزم واحد اللي خرجها يسير ايه يمكن سخف الحالي قال انتي مش تاخوف طيرة قلت له لا مش تاخوف ثمانية كعبات شو قوله راني ماشي للجموعة متنقل من بلاد لبلاد انت ما يا ولا ولا رقى قلبه لحالي يا سيدو يعطي الصحة انتي يعطيك الصحة بارك الله وفيك نرجعوا الى الشأن نبدأ بشأن العالمي وشأن الي هو يهمنا بطبيعة الحالم ويهم الانسانية جمعا فيما يتعلق باللي قاعد ساير في غزة الحقيقة قصص مش تتخلط في التاريخ فما اكيد انه بعد الالام ولوجاعة ذي فما قصص ستكتب في روايات وفي مسرحيات وستخلط في الذاكرة وتقعد في الذاكرة ان شاء الله بعد الانتصار ولكن نشوفوا تقريبا مش تبدالك من تقرير امريكي كما موجود في جريدة الشروق تقرير امريكي اللي هو ذا قال انه هناك وثائق عسكرية حصل عليها حصل عليها تقرير هذي تكشف استعداد القوات الامريكية في العراق المشاركة محتملة في الحرب البرية لغزة على الرغم من وعود الرئيس جو بايدن المتكررة بعدم ارسال قوات الى المنطقة حبيت زاد نضيفه معها حاجة واحدة ونمشي بمعركة عليقسي محمد هون الجبهة مفتوحة تقريبا من الشمال من الجنوب اليمن العراق ايران تهديدات هل نحن امام حرب اقليمية غير معلنة رسميا محمد مغلب الله يشر البلية ما يضحك يعني يعني القضية على الالم اللي فيها ذكرتني قبيلة في القيدوم عندها يعني الخطر السوال هذي يصلح عليه يصلح له القيدوم باش يجاوب عليه اه اسمح لي بعض الملاحظات السريعة اللي صاير في في غزة وفي فلسطين عموما مش كل مش هو يعني الانتصار او مش الانتصار والبطولات لا رغم الاشياء اللي ظرت اللي ظرت فعلا السورة الفلسطيني انه طيلة سنوات نقدموه للرأي العام الدولي اللي هو المقاتل للمحارب المستعد للموت فقط ما كناش آآ قادرين او ما كناش نعرفوه او ما فكرناش نقدموه الفلسطيني في صورة الانسان اللي يتألم ويحب ويتوجع ويخاف وينهزم احيانا وينتصر الفلسطيني اللي يمشي حافي توا ما عندوش حق يعني آآ شليكة ولا صبات صباح شوفت التقرير في الجزيرة معناها آآ بكيت صغيرات معناها كيفش يعني تحت شتاء في الماء في ايه هذيك ما احنا شو الاهم انه قدموا صورة البطلة ذي لا يقهر محمود درويش عنده دور كبير جدا في انه انسن الفلسطيني قال له مرأة الفلسطيني هذي ما واشي صخرة ما واشي وقت اللي يموت او يستشهد امه امه او زوجته اتزغرت لا فما بكاء وفما وجيعة قدم صورة الفلسطيني الانسان وزيد مع هذا الافلام الفلسطينية سينما الفلسطينية عملت يعني آآ شوط كبير في انها قدمت للرأي العام الدولي انه الفلسطيني راهو بشر راهو يحس راهو يخاف راهو يتظلم راهو يجوع راهو في الشارع راهو في اللخر تنجم تدفنوا في مقبرة جماعية كما قاعد يصير توا راهو يلقاوا يعني جوثثة حللة مكتفة من تالي بالآآ معنا منوت بلاستيك وحاطينا في ساتشيات بلاستيك انه صورة البطل الذي لا يقهر ظرتنا اكثر من اللي نفعتنا تقول لي حرب اقليمية هي الرجل ارضية اللي حكيت عليها عنها واحنا عايشين في رجل ارضية عنها التوفق العامية هو فم اهتزازات اما يعني انو امريكا تتورط في حرب بشكل اه بجيشها ليه اتي ما وبعث اه بعثت خبرانها في اول الحرب وابعت باعثت باعثت اه اه اليوم مع تطور التقنيات الحروب وهو قاعد يعني في اه طيرات مسيرة في افغانستان يتم تسيرها وقاعد يعني في فلوريدا اي استراتيجيكمو باللوا ما عادش اه 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 حتى عم فينا الداخل داخل الامريكي فحرب بالوكالة دي يسمى اليوم. الجندي الامريكي كيموت كيموت قضية وطنية عندهم. قضية شعب كامل. احنا من نجموش نحسوها احنا يموت نبكيوا عليهم. هكي النهار لولاني وقت اللي يستشهدوا. جنود او امنيين او مدني اللي مع مع الارهابيين. النهار لولاني وجوه مع الولا ونس كل تبدأ نافحة وشايخة واغانك وبعد. تطوى صفحته وبروفيلات يعني في الفيسبوك بعد تنساه. في امريكا لا. في امريكا موضوع ثاني. الاخبار الاخبار في الولايات المتحدة الامريكية. ثمانية وتسعين في المياه من الاخبار المادة الاخبارية اذاعة وتلفزة وصحفا ومواقع. كلها تتعلق بالشأن الداخلي. ثمانية وتسعين في المياه. ثنين في المياه الاخرين اللي يبقاوا. بشكون يهتموا? يهتموا بالدول اللي فيها الجيش الامريكي. والجيش الامريكي عنده قواعد في اكثر من ثمانين دولة في العالم. يعني هم اهتمامهم بالدول الذي كانت تتعلق بريتكست تمتاعه. هو انه عندهم امريكين غادي. واحد في المياه الاخرين. يهتموا معناه روسيا الصين فرانسا المانيا الدول يعني العالمات الكبرى. فقط. واذا صاري بالمو. العالم عندهم العالم هما 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 العالم مركز العالم. هما العالم. هما مركز العالم. احنا مش موجوديا. اي ام اه بالناسبة الى ام حبينا ولا كرهنا في حد ذاته اه المنطقة اليوم على صفحة ساخن جدا. شوفوا انه الخسائر اه اللي موجودة. ولكن الحرب هي قائمة اليوم. هي قائمة الحرب. معناتها حسب حسب ما قاعد ترى وتقرأ هل ستتوسع. لا. في الساعة او في الايام القادمة. مانيش خبير عسكري مانيش فايز الدويري. مرغم اني هال المحلين العسكريين في القنوات العربية. نتسائل دي موين حارب. فين حارب. عمداء وعقاداء واميرالات. وين حاربوا. ينجب يكون عنده كلا. وين حاربوا لا وين. هذا كما المدرب يعني يبدأ مدرب عمره مش عط كورة يعني بساقه. فما مش بلازم يكون تلانا العب قبل. فما شفناهم. تخطف واحد على الف يطلع. واحد على الف يفلح. البقية يبدأ متاع ورقة وسطيل وقه وباهي في الكتيبة. ينظر لك. شوف. سوريا قد اش ممرة ضربت. اخرها تم قصف بناية سكانية في حي المزة. في قلب دمشق. ردت السوريا. سوريا منهكة. سوريا من سبعة وست من تلاثة وسبعين. من تلاثة وسبعين. والجولان محتل من سبعة وستين. من حرب تلاثة وسبعين. سوريا نوضتش كرتوشة. هاي ما كانتش منهكة. من تلاثة وسبعين. تو تحكيلي بعد سيدي لالفين وحداش. اوكي. من تلاثة وسبعين لالفين وحداش. نوضتش كرتوشة. هاي ما كانتش منهكة. تاكل في الضرب وديما البيان اللي السوري معروف. وتحتفظ بحق الرد في الوقت المناسب. هذي وقت اللي ينهق اللي بهم. شو اللي لازم تعمل. انت تدخل. اني مقول لك شو لازم. انت تعرضك محتلة. واحد لا بعد يجي فكلك دارك. اتخرج لبيان تقوله نحتفظ بحق الرد يعني في الوقت المناسب. من ثلاثة وسبعين. هذي التي علمتها منهكة. واي وقت بل ما كنتش منهكة. ايران ما تدخلش حرب مباشرة. ما تدخلاش لحرب المباشرة. نجحت في انه من النظام الايراني الحالي. من اللي استقرلوا الرأي بعد يعني وصولوا للحكم. الخميني في التسعة وسبعين. عنده امتدادات اقليمية. عنده عنده ما فيه شوية تبخيس للناس الاخرين على خاطر. كي انه مصنع. ما تحبش ان الاحكام يعني المسبقة عليهم. مانيش مطلع على خفايا العلاقة. يعني بين حزب الله. ثم الجانب العقائي دي. انه ايران هي المرجع الديني. ايران عنده هزب الله. يد من ايديها. اما من تصورش انه العلاقة هي علاقة عمودية. معناها يقتمروا باوامر طهرانكة. اي. يعني معناها من غير اي نقاش. حركات عنده خصوصية عنده تحالفات عنده قائلات. في العراق عندها العمق متاحها. في اليمن الحوثيين زادا علاقات يعني وطيدة. في سوريا يعني عندها امتداداتها. وهكذا. انه مش تدخل في في حرب. انت يلاحظ الحرب وين هو. الحرب على غزة. ايران وين ضربت. ومش الجيش يعني الرسمي. الحارس الثوري. وين ضرب. بشي ضرب في باكستان. انت فيماش انت. انت فيماش. وضرب قواعد اي اي اي. متاع دا يعني اي اي. تنظيم يعتبره معادله. فيه. يعني واحد يمشي للطبيب. قل له اي دكتور والله سيقي اللي صارت وجاع فيه. يعملوا عملية على كدفه. تهو الضرب على غزة. وعندهم جيش اسمه جيش القدس. شاو ضربوه في الباكستان. وكنات بعضها متصريحات. واحد وبعد في ضرف نارين تلف اساية تلم الموضوع. يعني باش تتوسع الحرب. ثم تعرف عنده رغبة محمومة في انه الحرب تكبر. هو نتنياه. هو نتنياه. فقط. لانقاذ نفسه ايضا. لا لا. هو انتي لاحظ. موقف يعني الجيش اللي هو قطب الرحاء في النظام بتاع دولة اسرائيل. الجيش غير راغب في توسيع الحرب. غير راغب. انتي تعرف انه المستوطنات اللي موجودة في شمال اسرائيل اللي على الحدود مع لبنان. قرابط السبعين الف. مستوطن. اللي هما متساكنين في المنطقة هذيك. الكل يعني من غادي لموا آآ يعني آآ سفسيريك وباليوة. كلهم خرجوه من غادي. تقول لي حزب الله علش متخلش اكثر. برشة متتوانسة احنا احنا اتفرجوا بالفرجة احنا موش في اي لا احنا عنا هاك الحماسة ولو كان نجينا احنا على حدود ورعو وعليش وشبهها مصر جيش هوا حزب الله قداش عنده هو صامت لا قداش عنده يحذر في رؤية يعني الناس تذيه تحذر للحرب زمن السلم عنده سنوات طويلة واتطور اتطور هذا اكيد وفي كذا وفي سراع داخلي ايضا شنوه يعني الموقف حزب الله يقول لك انا اذا مش ندخل في مواجهة مع اسرائيل اذا مانيش قادر باش نجحها بقدر ما هي توجعني وتوجع بلادي ما ندخلاش المواجهة المفتوحة خاصة انه الموقف اللبناني موش يعني اللبنان منقسمة بين انه الناس اي ندخلوا في عركة مع اسرائيل اللبنان اللي يقول لك اخويا ندخلوا في عركة اخدوا وتحتلك واشتاحت بيروت عام 82 هذيك عليش حزب الله مخليها فما نوع من الاتفاق الضمني لاو حتى حتى باب الدمار معنى الناس تعبت انهكتها الحرب منذ سنوات في الحرب وراي الحرب حاجة تعيسة جدا والحرب ما هيش شيء جميل معنى منش كان يقتل معنى حتى شوف هناك غضب كبير في الداخل اللبناني على حزب الله ما قلت لك احنا باش من انتظرش وكأنه يعني حزب الله واحد لا المجتمع اللبناني منقسم فما ناس مع المقاومة وأنه ما يسالش ندفع الضريبة وثما ناس يقول لك عليش نقعد وحياتنا لكل ندفع في الضريبة وهذي لبنان مرتحتش من حرب اهلية او سؤال النظام السوري جيش وتدخل غادي هوا الفلسطينيين هوا طواف يقول لك ايه كفاية باسطة فما ناس فدت حزب الله اليوم لاحظ انت انجح في حاجة اساسية قبل اسرائيل كانت تتفحج الطفلة المزيانة في جنوب لبنان كي تعجب جندي اسرائيل يمشي هزها هذا اش كان القرى الجنوبية في لبنان ما كان عنده حتى امان ولا حماية من حتى طرف اسرائيل كانت تعمل اللي تحب هزب الله انجح في حاجة في انه وضع حد للتجاوزات السرائيلية عادش يتجرى جندي اسرائيلي يدخل ولا لا فما خوف قوة الردع سون قدرك اما يعني احنا ما نظر بكش يعني في الضرب دي ما محسوب تضرب كينا نحنا زوز يتعاركوا واحنا هيك في بعضنا متفقين ما غير اه ما حكينا فيه ما تضربش في الوجه بالضبط وهذا موجود اي 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 معناها انه يعني ان نتعاركوا نتعاركوا في بعضنا اي اي ما نوجهوش بعضنا لكن فعندها كلفة قتل قرابة السبعين الف مستوطن على الحدود اللبنانية هجوا من غادي هجوا خرجوهم عليش خرجوهم لانهم خايفين با هو حتى رئيس قيس سعيد ان يختزل الرئيس قيس سعيد في هطابه بمناسبة القمة الافريقية الايطالية المتأمة بداية الاسبوع في روما ليهان الحرب الدائرة في فلسطين بوصفها انعكاسا لملحمة انعطاق انسانية قد تكون ادركت نهايتها سعيد يعلي صوت يعلي صوت الحق في ايطاليا لا امان للعالم مع الحركة السهيونية موقف التونسي الرافض لتجزئة الحق الفلسطيني يوفر رقنا الوضوح على خلفية التواصل لاحتلال السهيوني ولو جزئيا يعطي شرعية لاي احتلال اخر تسمح لي بسويل انتي توسبقتني شابت نسمع الاجابة مرة ثانية بعد اذنك شو كنت كاتب الكلام هذي في جريدة شروق انتي على علم وحكيت فيه الموضوع في مناسبة سابقة بالدول اللي علقت تمويلها لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين لونروا تسعة دول فبلاسة ضربين البندير هذا عنا ولا عند غيرنا ولا امان مع الحركة الصهيونية وانفدي يعني الفلسطينيين بالروح وبالدم والغالي والنفيس انتي تعرف انه كبرى الدول الممولة للونروا ووكالة غوث اللاجئين اللي عاملة مراكز الايواء والمستشفية واي هي دول اجنبية هي دول الغربية الولايات المتحدة الامريكية في مقدمتها ترامب قص التمويل كي جاء بايدين عاود رجع حل الفانا مثلش الدول العربية اللي يا سيدي ما تحاربوش ما تحاربوش ما تحاربوش خليوا جيوشكم تضرب في النوم ما قال لكم حد حاربو ما تحاربوش مول دول الاوروبية يعني علقت تمويلها للونروا فضلوا انتو ما وريونا اش عندكم وريونا حريديكم مش بالحرب لا لا مولوا انتوما الونروا ما تخليوش الطفل الفلسطيني يجوع ما تخليوش ماء معناها ما درستو مسكرة اعملو هاذي على الاقل الكلام ساهل اراو تواني النجم الهنان عملك خطبة عصماء ونحرروا القدس ونمشيوا هل هي طرفة او واقعة العلمو لله اما اشنو المعنى منها الرئيس الجزائري محمد بوظياف الله يرحمه اللي معناها تقتل في ظروف يعني غامضة مطلع التسعينات عام ايه كنتو تفرش فيه في المباشر نتفكروا ايه في القناة الجزائرية يحكيه عليها انو اا في واحدة من زياراتو يسمع فيه وتفاتو سألوا قالوا ماذا هذا قالوا هذه مظاهرة موسين دا الفلسطين اه موسين دا الفلسطين يحبوا يحروا فلسطين قالوا مكلم ويجيبوا كاميونات الجيشة عبيهم ويزيهم من الحدود غادي يحاربوا مش بالكلام مش بالكلام اش تقدر تعمل انت اش تقدر تعمل مولوا لونوروا اسيدي ما تحاربوش ايه مثالش حتى الكلام زادا مهم زادا سي محمد في بعض الاحيان انا قاعدين مش بمعنى كلم من كلم يفرق ثم كلام الترهدين والدعاية والحملات الانتخابية وثم كلام التحليل والعقل وتوجه رسائل للرأي العام الاجنبي عندك انت اعلام عربي اللي يوجه للخارج باستثنائية معناية قلة قليلة من القنوات اللي في مقدمتها الجزيرة ايه عندك اعلام يخاطب الغرب وجاء في اطار سياسي عندك ما عندكش ما طلب منكم حد تحاربوا طلبوا منكم انه تعملوا الممكن المستطاع فقط فما حاجة كنا نجمون اعملوها ما انا مش قادة اتعمل بها دولة بارلو الموقف يكون سليم وانه ينجموا نحلوا او نعاونوا نحلوا بعض المستشفيات اللي هي نعرفوا نعرفوا ظروف معناها اللي موجودة شوف اه فاقدوا الشيء لا يعطيه يعني الواحدة باش يجيل اه التونسي شو مش تطلب منها اني مسألت الموقف السياسي اولا احنا خرجنا على الثوابت امتاعنا الموقف التونسي اولا عمره مكان هكى من القضية الفلسطينية والموقف التونسي توا فريد من نوعه في العالم وهو المطالبة بتحرير فلسطين كل فلسطين هذا يتنافى مع قرارة الشرعية الدولي اللي ارتضاتها منظمة تحرير فلسطيني قابلتها قرارت تقسيم هذه قرارات مجلس الامن انت كتجي تقول لي تحرير فلسطين كل فلسطين اش معنى؟ للرأي العام الاخر تتضفها لاخرى يعني انت هذه اسرائيل ما مش ترميهم في البحر رجعنا للمربع الاول ومش تعطيهم يعني مظلومية جديدة قرار التقسيم اللي انشأ بيعني دولة اسرائيل هذا عنده وجود قانوني توا وفي نفس الوقت قال دولة فلسطينية اللي ما زلت متعملتش الموقف السياسي اليوم خرج على الاجماع العربي فمن بدرت سلام عربية تونس بتبنيتها احنا خرجنا على هذي عملنا بادرة معناها باهية محترمة انه استضفنا عدد من الجرحة فلسطينيين اما لقعت صاير ليمت هذيه شي يندله الجبيد يعني الراب لا تويت في اللذاعات والتلفز والليت تحكي هوا يعني فلسطيني يلقينا عنده تجهيزات مستعرابة و الألاة تسجيل شو ما هذا شنو هاذا ياخي ملنجموش حتى كان فم حاجة وهو يطلع عنده آآ ثلاثة تلفونات ثلاثة تلفونات ويمكن عنده علاقة باقتلاح في الكرامة ولا بدنهذه شو هذيه مان عارفوش خليهو معناها غسيلنا الداخلي اللي يسبح شي قول اللي يفركس معناها آآ يعني مثل بدلك في الدورة. يقول لك الفلسطينيين هاو هوندن. دي ما فهم الاخنن. هوا بعميلهم. انت جعل. ادي مواضيع. ادي مواضيع تتحكي. ادي انا عملولها طاولة وكريشي. هدي لازم هتتلم. حاجات مثل هذية لازم تتلم. ومازماش تخرج. خاصة في الوقت هذية في الظرف هذية. البيهن فزدوه. الهيلال الاحمر. لم تبرعات عينيه. فلوس. فلوس حب. فوق الاربع مليارات. رو الهيلال الاحمر كيقول لما اكثر من اربع مليارات. مش من مكاتبهم. متوانسة تبرعوا بيهم. متوانسة. رو كي تقول الدولة رو مش يعني جبتت من ميزانية الدولة خلصت على الفلسطينيين. اي اللي فما فما. المساحات. المساحات الخاصة. المساحات الخاصة بليش يعني تكفلت هي. ليش هوني هني يعني عنا في نابل هوني زادة. انا البارح تلفنت للدكتور معان الخليلي. اي. اللي هو يعني اوصوله فلسطينية. اي. فلسطيني تونسي. هم. قال لي عاملين خلية اللي هنا يعني في المنطقة الوطن القبلي. اطباء. اطباء. كل كل كل. على ذمة يعني مقيمين فيهم اللي في نابل وفي الحمامات. صحيح. اللي حالتهم الصحية تتحسن. وإلى المرافقين. واضح. معنات وين سعملوا حاجات بها. ممتاز. مش جديدة يا ذي. حتى في السياسات بتاعنا نتفكر مليح وانه المخيم الاول اللي صار في ود الزرق اللي هو تبع الحرس في البيز دو اللي صار في حمام الشط وغيره معناه وفهم حتى بلاد ما فيهاش ولد الفلسطينية. وكلنا انا تربينا يعني اللي احنا صغار كل بلاد عنا ولد الفلسطينية و و و و دم واحد واه كل صراح اذا فهم حاجات من من حبيش نرجع عليها حتى العملية اللي صارت بش متخوش اكتر عن فلول لانو شي حشم بكل صراح عركة ولا مشكلة من هذا النوع تتفض داخليا. نعمل عليها بلاتوات في التلافذ وفي الامحات. انا 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 وقت حكينا كيف تبعت. فماش عقل يعني اللي اه. والله تبعت الموضوح شمتن بعض مت. معنا حتى لو كن فما غلطة. حتى لو كن فما مشكلة. معنا موشي قاعد نقول بميش مشكلة روح. يعني معديش مباطيحة كافية. ما شرر راهم. تو عنا صورة احنا مليك. حتى لو كن فما مشكلة. حتى لو كن فما مشكلة. واحد اللي لعابدين. اذا فما حاجة تحطها فما خصوصية. فما ضرف. احنا رانا احنا رانا كينش في نجيب وظيف لديارنا ذي تربيتنا. والله نش بدولو احسن بطانية تبدأ مخبية. ونحطولو احسن فراشية. ونسكروا الباب ومبيتو كلها في دار واحد. هذا اللي نعرفه. هذا اللي تربينا عليه. هذي اخلاقنا. مهما كانت. عارفين ظروف صعيبة على مبايا ربي في المستشفيات العمومية. وغيره. ولكن عنا. عنا شوية من نجمون نجد امورنا معنا. ما زي الفهم لحد الادنى موجود. على كل. هنرجع للشأن الوطني. لا امان للعالم مع الحركة السهيونية. هنرجعين بعد الاخبار.